أهلاً وسهلاً بكل حبايب قلبي داكاترة المستقبل داكاترة أول سنوي هنبدأ النهاردة في فصل جديد وهو التصنيف الحديث للكائنات الحية معرفنا في الدروس اللي قبل كده إن فيه سبع مستويات أساسية لتصنيف الكائنات الحية وإن عليهم التسلسل الهرامي وأكبر مستوى فيهم هو المملكة فإحنا نفهم أن نرضى مملكة البدايات ومملكة الطلاعية بس الأول تعالى نشوفه العلماء اللي حاولوا إنهم يصنفوا الكائنات الحية أول واحد معنا هو الفيلسوف أريستو أريستو أول من قسم الحيوانات إلى حيوانات عندها دم وحيوانات ما عندهاش دم وكمان أسم النباتات إلى أشجار كبيرة وشجيرات أصغر وأعشاب صغيرة خالص فدلوقتي لو شفت تصنيف مقسم لك فيه الحيوانات إلى نجم بحر وعصفورة ومقسم لك النباتات إلى شجرة وشجيرات برقوق وأعشاب وأقول لك مين اللي عمل التصنيف ده هتبص تلاقي إن النجم البحر ده ما عندهاش دم والعصفورة عندها دم والنباتات متقسمة إلى أشجار وشجيرات وأعشاب يبقى طلقاي اللي عمل التصنيف ده هو أريستو بعد أريستو جي العالم كارل إلينيوس اللي عرفنا قبل كده إنه عمل نظام التصنيف الصناعية العالم كارل إلينيوس عمل نظام تصنيف تقليدي صنف فيه الكائنات الحية إلى مملكتين بس وهم مملكة الحيوانات واللي فيها كل الحيوانات ومملكة النباتات واللي فيها كل النباتات طيب لما جا أقول لك مين العالم اللي صنف الكائنات الحية إلى كائنات ذاتية التغذية وكائنات غير ذاتية التغذية الكائنات ذاتية التغذية هي الكائنات اللي بتقدر إن هي تصنع زها بنفسها لأنه عندها بلاستداد خضرة فبتقدر إن هي تعمل بناء ضوي وتكون الجلوكوس اللي هو غزائها مين اللي بيقدر يعمل الكلام ده؟ أكيد طبعا هو النبات يعني النباتات ذاتية التغذية والكائنات غير ذاتية التغزية هي الكائنات اللي مش بتقدر إن هي تصنع غزاءها بنفسها فبتأكل غزاء جاهز زي الحيوانات والإنسان وبالتالي كده اللي أسم الكائنات إلى كائنات ذاتية التغزية وكائنات غير ذاتية التغزية يعني كده أسهمهم إلى نباتات وحيوانات وهو العالم كارل لينيوس لكن بعد كده جي العالم روبرت فيتكر وعمل نظام التصنيف الحديث وقسم فيه الكائنات الحية إلى خمس ممالك وهم مملكة البدايات ومملكة الطلاعيات ومملكة الفطريات ومملكة النباتات ومملكة الحيوان ونظام التصنيف الحديث هو النظام المتعارف عليه في الوسط العلمي لحد دلوقتي ولكن فيه شوية كائنات مش بتكون موجودة في نظام التصنيف الحديث اللي عمله بروبرت فتكر لأن الكائنات دي بتجمع ما بين خصائص الكائنات الحية والأشياء غير الحية زي مثلا الفيروسات الفيروسات لما بتكون برا جسم الكائن الحي بتعتبر أشياء غير حية وما بتشتغلش غير لما بتدخل إلى أجسام الكائنات الحية يعني كده الفيروسات دي بتعتبر حلة يتواصل ما بين الأشياء غير الحية والكائنات الحية ومش بتشتغل غير داخل خلية الكائن الحي زي مثلا فيروس شرع الأطفال وفيروس الحزبة وفيروس الإيدز والعنف الوانزة وفيروس كورونا كل الفيروسات دي وغيرها من الفيروسات لما بتكون برا جسم الكائن الحي بتكون مش شغالة وكأنها أشياء غير حية ولكن مع دخولها لخلايا الكائن الحي بتشتغل وبتسبب الأمراض علشان كده الفيروسات مش بتخضع للتسلسل الهرمي للتصنيف كمون برضو بيكون في الفرودات والبريونات مش بيكون ليهم مستوى تصنيفي لأنها برضو تعتبر حلقة وسطية ما بين الكائنات الحية والأشياء غير الحية الفرودات بتكون صغيرة خالص أصغر حتى من الفيروسات وبتتكون من شريط مفرد من الـ RNA وبتسبب ضرر للمحاصيل الزراعية زي مثلا البطاطس والخيار والبرتقال لأنها بتسبب التراب الخلية النباتية والبريونات بتكون أصغر من الفرودات وبتسبب أمراض للإنسان والحيوان زي مثلا المرض جنون البقر والبريونات مش بتحتوي على أي أحماض نووية ولا DNA ولا RNA وهي عبارة عن أحماض أمانية بتتجمع مع بعضها بس بشكل غير طبيعي يعني هي عبارة عن بريونات ولكنها عشان تكونت بشكل غير طبيعي فهيبقى اسمها بريونات والبريونات بتتكتل داخل الخلية الحيوانية وبتضرها يعني كده الفرودات بتضر النباتات والبريونات بتضر الإنسان والحيوان يعني لما قولك هل الكائنات المسببة لمرض جنون البقر بتخضع للتصنيف الحديث هتقول لي طبعا لا لأن البريونات هي اللي بتسبب مرض بنون البقر والبريونات دي بتكون عبارة عن حلقة وصل ما بين الكائنات الحية والأشياء غير الحية وبالتالي لا تخضع للتصنيف الحديث نجي بعد كده لأول مملكة معالا وهي مملكة البدائيات قبل ما نبدأ بدراسة الممالك الخامسة محتاجين نميز ما بين ثلاث مصطلحات مهمين وهم أوليات النواة وحقيقيات النواة والأوليات الحيوانية احنا عارفين أن المادة الورصية اللي هي الدي اي 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 ا يعني كده أول ما تسمع كلمة أوليات النواة هتعرف أن ده كائن المادة الورصية بتاعته بتكون موجودة في السيتوب لازمه مباشرة ومش محاطة بغشاء نول لكن الكائنات اللي المادة الورصية بتاعتها بتكون محاطة بغشاء من الخارج اسمها حقيقيات النواة إنما الأوليات الحيوانية هي كائنات وحيدة الخلية يعني جسمها كله وابارة عن خلية واحدة وكمان حقيقية النواة يعني المادة الورصية بتاعتها بتكون محاطة بغشاء نووي فيبقى كده احنا معانا ثلاث مصطلحات أوليات نواة المادة الورصية بتاعتها بتكون موجودة مباشرة في السيتوب لازمه يعني مش بتحتوي على غشاء نووي وحقيقية نواة يعني المادة الورصية بتاعتها بتكون محاطة بغشاء نووي إنما الأوليات الحيوانية هي عبارة عن كائنات وحيدة الخلية جسمها كله عبارة عن خلية واحدة ولكنها حقيقية النواة يعني المادة الورصية بتكون محاطة بغشاء نووي نيجي بعد كده لمملكة البدايات البدايات هي البكتيريا يعني أي بكتيريا هي تبع مملكة البدايات زي مثلا بكتيريا لبن الزبادي مملكة البدايات بتنقسم إلى مجموعتين مختلفتين وهم البكتيريا الأقديمة والبكتيريا الحقيقية كل مجموعة منهم بيكون لها خصائص بتميزها عن المجموعة الثانية وبرضه المجموعتين مع بعض بيكون لهم خصائص مشتركة لأن الاتنين تحت مسمى واحد وهو البدايات يبقى كده فيه خصائص عامة لمملكة البدايات موجودة في البكتيريا الأديمة وبرضه موجودة في البكتيريا الحقيقية وفيه خصائص بتميز البكتيريا الأديمة عن البكتيريا الحقيقية وبرضه خصائص بتميز البكتيريا الحقيقية عن البكتيريا الأديمة بالنسبة للخصائص العامة لمملكة البدايات هي إنها ممكن تعيش لوحدها بشكل منفرد وبرضه ممكن تعيش في مستعمرات والبدايات من اسمها بيكون تركيبها بسيط بداي يعني جسمها بيتكون من خلية واحدة ومقدرش أقول عليها من الأوليات الحيوانية لأنها أولية النواة يعني مش بتحتوي على لشاء نووي وبالتالي المادة الورصية بتاعتها بتكون موجودة مباشرة في السيتوبلازم يعني كده أي كائن بيغضع تحت مسمى البدايات هنعرف إنه ما عنده غشاء نووي البدايات عندها جدار خلوي ولكن الجدار ده بيكون غير سيرولوزي يعني ما فهوهوش سيرولوز وكمان ما فهوهوش بكتير وكمان البدايات من اسمها اللي هو بدايات يعني برضه تركيبها بداي وبالتالي السيتوبلازم مش بيحتوي على كتير من العضيات الغشائية زي مثلا الميتوكوندريا والبغستدات وجهاز جولجي والشبكة الانتوبلازمية نيجي بعد كده لخصائص كل مجموعة من البدايات إحنا عارفين إن الناس القديمة ظروفهم كانت صعبة وآسية مقررة بظروف اللاجية الجديدة نفس النظام في البكتيريا البكتيريا القديمة معظمها معظمها مش كلها بتعيش في ظروف آسية زي مثلا يانبيع المياه الحرة والبيئات اللي مفهاش أكسوجين وكمان البئات عالية الملوحة زي مثلا البحر الميت اسمه البحر الميت علشان مفهوش كائنات حية من اللي بنشوفها في الطبيعي في أي بحر لأنه ملوحته عالية أهو ده بقى المكان اللي ممكن نلاقي فيه البكتيريا القديمة إنما البكتيريا الحقيقية بتعيش وبتنتشر في جميع بيئات الأرض زي مثلا الهواء واليابسة والمياه وبالتالي اختلاف ظروف البيئات ما بين البكتيريا القديمة والبكتيريا الحقيقية طبيعيا هيكون فيه اختلاف ما بين جدران بيوتهم اللي هم الجدار والغشاء الخلوي يعني كده البكتيريا القديمة بتختلف عن البكتيريا الحقيقية في تركيب الغشاء الخلوي والجدار الخلوي طبعا بنستنتج المعلومة دي بسبب اختلاف البيئات اللي بيعيشوا فيها البكتيريا الحقيقية بعضها بيكون ذاتي التغذية يعني بيكون غزاوه بنفسه لأنه طبعا عنده بلاستيدات خضرة فبيعمل بناء ضوي ويكون جلوكوز زي مثلا البكتيريا الخضراء المزرقة اللي بيكون منها نوع اسمه النوستو بس ده برضو ما يمنعش أن فيه بكتيريا حقيقية بتكون غير ذاتية التغذية يعني مش بتقدر تصنع غزائها بنفسها يعني ما عندهاش بلاستيدات خضرة البكتيريا الحقيقية بتتقاصر تقاصر لا جنسي عن طريق الانشطار السنائي يعني خلية واحدة بيحصل لها انشطار فتبقى تنين وده تقاصر لا جنسي يعني ما فيهوش زكر ولا أنسة فيه خلية واحدة بتنشطر وتبقى تنين وبالتالي البكتيريا دي بتكون غير منفصلة الجنس يعني هو جنس واحد بس ما فيش منها زكر ولا أنسة وآخر حاجة البكتيريا الحقيقية بيكون في منها أشكال ممكن تبقى بكتيريا كروية يعني شبه الكور وممكن تكون بكتيريا عصوية يعني شبه العصاية وممكن تكون بكتيريا حلزونية يعني شبه الحلزون نيجي بعد كده للمملكة التانية وهي مملكة الطلاقعيات مملكة الطلاقعيات بتتصنف لشعب بس الأول فيه خصائص عامة لمملكة الطلاقعيات من حيث التركيب فالطلاقعيات بتتميز بأنها غير معقدة لأن معظمها بيكون وحيد الخلية والقليل منها بس بيكون عديد الخلية والطلاقعيات كلها بتكون حقوقيات النواء يعني المادة الورصية بتكون محاطة بغشاء نووي بيفصلها عن السيتوبلازم وبالتالي كده خلي بالك أن دي من الخصائص العامة لمملكة الطلاقعيات يعني أي كائن هي بنا في المملكة دي لما أسألك عنه وإنت مغمط هتقول لي أنه من حقيقيات النواء يعني عنده غشاء نووي اللي بيميز الطلاقعيات على النباتات والحيوانات هو أن الطلاقعيات تركيبها بيكون غير معقد وبعضها بيكون ليه جدار خلوي وبلاستيدات مملكة الطلاقعيات بتنقسم إلى أربع شعب هنلاقيهم في جملة أي ذهب نار الألف هي شعبة الأوليات الحيوانية والي هي شعبة اليوغلينات زي اليوغلينا ودهب هي شعبة الطحالب الدهبية زي الدياتومات ولارو هي شعبة الطحالب النارية زي الطحالب صناعية الأصوات نمسك أول شعبة في مملكة الطلاقعيات وهي شعبة الأوليات الحيوانية فهمنا قبل كده أن الأوليات الحيوانية هي كائنات وحيدة الخلية يعني جسمها كله على بعضه بيكون خلية واحدة وبتكون كمان حقيقية النواء يعني المادة الورصية محاطة بغشاء نووي لبقى كده الأوليات الحيوانية هي عبارة عن كائنات وحيدة الخلية وحقيقية النواء وحيدة الخلية جسمها كله خلية واحدة وحقيقية النواء يعني المادة الورصية محاطة بغشاء نووي الأوليات الحيوانية بتتقاصر جنسياً ولا جنسياً وبعضها بيتطفل على نباتات أو الحيوانات وبيسبب لها أمراض شعبة الأوليات الحيوانية بتتصنف إلى أربع طوايف حسب وسيلة الحركة أول طائفة وهي طائفة اللحميات زي الأميبة ونحفظها عن طريق الميم مع الميم اللحميات زي الأميبة الأميبة بتتحرك بحاجة اسمها الأقدام الكذبة لأنها بتظهر وبتختفي علشان كده اسمها الأقدام الكذبة وبالتالي كده الأميبة مش بيكون لها شكل محدد تاني طائفة معنا وهي طائفة الهدبيات زي البراميسيوم ونحفظها البيه مع البيه الهدبيات زي البراميسيوم واسمها الهدبيات لأنها بتتحرك بوسطة الأهداب واللي بيميز البراميس يوم هو أنه بيكون عنده نواتين واحدة كبيرة وواحدة صغيرة يعني سناي النوات تالي الطائفة معنا هي طائفة الصوتيات الصوتيات زي التريبان السومة السين مع السين صوتيات زي التريبان السومة واسمها طائفة الصوتيات لأنها بتتحرك بوسطة الأصوات زي ما قلنا التريبان السومة والتربانسومة هو طفيل بيتطفع للإنسان وبيسبب له مرض النوم واللي بيني للطفيل ده هو زبابة اسمها تسي تسي لما بتلدغ الإنسان بتنقل طفيل التربانسومة واللي بيسبب مرض النوم وأعراضه هي إنحمة والعرق الكتير والصداع والتعب الشديد ولو ما تعليكش في الوقت المناسب هيسبب غيبوها وممكن ينتهي بالموت الطائفة الرابعة معانا في الأوليات الحوانية وهي طائفة الجرسوميات والجرسوميات زي بلازموديوم الملارية الراه مع الراه جرسوميات زي بلازموديوم الملارية وده ما عمدوش وسيلة حرك البلازموديوم هو طفيل بتنقله حشرة الانوفيلس وبيتطفع للإنسان وبيسبب له مرض الملارية اللي أعراضه هي الحمى وعرق شديد يبقى احنا كده معانا في مملكة الطلاقيات بتتصنف لأربح شعب بنحفظهم من جملة أي دهب نار الألف هي شعبة الأوليات الحيوانية والي هي شعبة اليجولينات والدهب هي شعبة التحالب الزهبية والنار هي شعبة التحالب النارية شعبة الأوليات الحيوانية بتتصنف لأربع طواف حسب وسيلة الحركة بنحفظهم بالحروف أول طائفة هي طائفة اللحميات زي الأميبة بتتحرك بوسطة لقدام الكاذبة تاني طائفة وهي طائفة الهدبيات زي البراميسيوم بيتحرك بوسطة الأهداب تالت طائفة وهي طائفة الصوتيات زي تريبانسومة بيتحرك بوسطة الأصوات رابع طائفة معنا وهي الجرسوميات زي بلازموديوم الميلاريا وده ما عندوش أي وسيلة حركة وطبعا اعرفين ان كل الكائنات دي في مملكة الطلاعيات وطبعا هم أوليات حيوانية يعني خلية واحدة بس وبيكونوا حققية النواة يعني المادة الورصية محاطة بغشاء نووي تاني شعبة في الطلاعيات هي شعبة اليوغلينات زي اليوغلينا اليوغلينا هي كائنات وحيدة الخلية يعني يسمعها كله عبارة عن خلية واحدة طبعا مش محتاجة أقولك ان هي حققية النواة طالما هي من الطلاعيات احنا قلنا قبل كده ان كل الطلاعيات بيكونوا حققية النواة يعني المادة الورصية محاطة بغشاء نووي اللي بيميز اليوغلينات هي انها زاتية التغذية يعني بتكون غذائها بنفسها لانها بتحتوي على بلاستيدا خضرة يعني فيها كلوروفيل وبالتالي بتعمل بناء ضوي وبتكون الجلوكوز اللي هو غذائها علشان كده بنقول عليها زاتية التغذية وسينة الحركة في اليوغلينات هي الأصوات يعني زي التريبانيسومة بتتحرك بواسطة الأصوات ولكنها بتختلف في طريقة التغذية وهي انها زاتية التغذية بتصنع غذائها بنفسها ولكن التريبانيسومة بيكون طفيل غير زاتي التغذية كمان برضو اليوغلينات بتكون زي النستوك اللي هو من البدائيات واللي عبارة عن بكتاريا خضرة مزرئة لأنهم اللي اتنين فيهم بلاستيدا خضرة يعني زاتي التغذية ولكن الفرق ما بين النستوك واليوغلينات هو نوع النواة في النستوك بيكون نواة أولية يعني المادة الورصية غير محاطة بغشاء نووي ولكن اليوغلينات بتكون حقيقية النواة يعني بيكون فيه غشاء نووي بيحيط بالمادة الورصية نيجي بعد كده لتالت شعبة وهي التحالب الزهبية التحالب الزهبية معظمة وحيدة الخلية وبطلق عليها اسم الدياتومات ودي كائنات بحرية بتكون زاتية التغذية وقدرها من الخارج بيكون شبهة الزجاج وبيحتوي على مادة السلكة والدياتومات بيكون لها أهمية اقتصادية لأنها مصدر مهم لغزانة السماك والحيوانات البحرية آخر شعبة معنا في مملكة الطلاعيات هي شعبة التحالب النارية ودي برضو كائنات بحرية زاتية التغذية بيكون فيها كلوروفيل أغضر وكمان بيكون فيها صبغة حمر علشان كده لونها بيكون أحمر ومن أشهر التحالب النارية هي التحالب سمئية الأصوات اسمها تحالب نارية لأن لونها بيكون أحمر وبيكون لها صوتين بتتحرط بيهم فبتكون شبه لهيب النار علشان كده اسمها التحالب النارية وبكده التحالب سمئية الأصوات بتكون شبه اليوغلينة في نوع التغذية الاثنين بيكون ذات التغذية وكمان في وسيلة الحركة وهي الأصوات وكمان الاثنين بيكونوا حقيقيات النواة لأن الاثنين من الطلاعيات وقلنا أن كل الطلاعيات حقيقية النواة ولكن المميز في التحالب سمئية الأصوات هي أنها بتحتوي على صبغة حمراء بالإضافة إلى سبغة الكلورفيل اللي بتكون موجودة فيها إذا كنت تعال نرجع مع بعض مملكة الطلاعيات مملكة الطلاعيات لها خصائص عامة بتكون موجودة في كل الكائنات اللي بتكون موجودة تبع مملكة الطلاعيات وإنها بتكون غير معقدة وبتكون حقيقية النواة بيتم تصنيف مملكة الطلاعيات إلى أربع شعب قلنا أنه بيكونوا موجودين في كلمة أي ذهب نار أول شعبة هي إلى وليات الحيوانية تاني شعبة هي اليوغلينات تلت شعبة طحالب الزهبية ورابع شعبة هي الطحالب النارية الأوليات الحيوانية بيكون في منها أربع طواف وهم طائفة اللحميات زي الأميبة وطائفة الهدبيات زي البراميسيوم وطائفة الصوتيات زي تريبانوسومة وطائفة الجرسميات زي بلازموديوم الميلاريا نيجي بعد كده لشعبة اليوغلينات زي اليوغلينات اللي بتكون ذاتية التغذية لأنها فعب لإستداد خضرة والشعبة الثالثة هي الطحالب الزهبية زي الدياتومات والشعبة الرابعة والأخيرة وهي الطحالب النارية زي الطحالب صناعية الأسوات وبكده نبقى خلصنا مملكة الطلاقعيات اشتركوا في القناة